أنهت نقابة السيارات بمنطقة مكة المكرمة جاهزيتها لاستقبال حافلات الحجاج عبر أربعة مراكز مختلفة وسط إجراءات احترازية وقائية مطبقة على متن الحافلات قامت النقابة العامة للسيارات خلال هذا العام بالعمل على تجهيز عدد أربع مراكز لاستقبال الحجاج أولا نبدأ بالمركز اللي احنا حاليا في مركز الاستقبال في الزايد إضافة إلى مركز الاستقبال في النورية إضافة إلى مواقع طلب تجهيز مراكز فيها وهي مركز الاستقبال في الشرائع إضافة إلى مركز الاستقبال في حجز الهدى تم تقديم جميع الخدمات في هذه المراكز لاستقبال الحجاج خلال هذا العام بمشيئة الله يسهم مركز الاستقبال بالزايد والذي يقع على مدخل مكة المكرمة الغربي على تقليص وقت انتظار الحافلات متميزا بمساحة تقدر بـ 46 ألف متر مربع و24 مقصورة لاستقبال الحافلات بالإضافة إلى شموليته على خدمات الضيافة المتنوعة إضافة إلى تنفيذ هذه المواقع قامت النقابة العامة للسيارات بالعمل على تجهيز احتياجات جميع الجهات المشاركة داخل الموقع من مكاتب وكراسي لانتظار الحجاج داخل هذه المواقع جاهزية تامة تخللتها تدريبات شاملة وتجارب فرضية لجولات الحافلات في مساراتها المختلفة بالشراكة مع الجهات المختصة لحج آمن لضيوف الرحمن من مكة المكرمة فدوان طبقاني